طبيب غريب كان سعيد يأكل الحلويات بكثرة ولا يغسل أسنانه كل يوم بالفرشات والسنون وفي ليلة من الليالي شعر بألم كبير بسبب درسه انتفخ حنكه وارتفعت درجة حرارته وأخذ العرق ينزل من جبينه ماذا أفعل؟ أين أجد طبيب أسنان في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وبينما هو يهذي في فراشه برز الأرنب سمسم بنظارته الكبيرة وحقيبته الجلدية سمسم ما بك يا صديقي؟ سمعتك تنادي على طبيب أسنان فجئت مسرعاً سعيد الحمد لله ستريحني من هذا الدرس أرجوك لا تؤلمني فتح سمسم حقيبته الجلدية وأخرج منها مطرقة ومنشاراً ومقصاً كبيراً وكماشةً بقي سعيد مندهشاً وهو ينظر إلى هذه الأدوات فقال لسمسم ما هذه الأدوات؟ ماذا ستفعل بها؟ لا شك أنك تمزح يا سمسم هذه أدوات نشجار أو حداد الطبيب سمسم لا تخف سأنزع لك الدرس الذي يؤلمك اشتد خوف سعيد وزاد ألم الدرس يا إلهي ماذا سيفعل هذا الطبيب؟ أنا خائف قفز سعيد من السرير إلى الباب فإذا بأرنبين يمسكان به ويعودان به إلى مكانه أمام الطبيب سمسم الطبيب افتح فمك لا تتحرك سأنزع درسك بهذه الكماشة ولكن لا بد أولاً من استعمال المنشار والمطرقة أخذ سعيد يبكي ويتوسل إلى الأرنب الطبيب أرجوك هذه ليست أدوات نزع الأدراس ثم إن درسي لم يعد يؤلمني لقد ذهب الألم أنا كنت أمزح فقط كنت تمزح؟ أصمت ودعني أقوم بعملي كم مرة نصحتك أمك بغسل أسنانك وكم مرة أوصاك أستاذك داخل القسم بعدم الإكثار من أكل الحلويات سعيد نعم نعم أعترف بذلك لن أعود إلى هذا الأمر سأنظف أسناني بالفرشات والسنون بانتظام وضع الأرنب سمسم الكماشة على درس سعيد الذي ظل يصرخ ويصرخ بأعلى صوته ليستيقظ من حلم مزعج ويرتمي في أحضان أمه والعرق يتصبب من جبينه وهو يردد أين فرشاتي؟ أين السنون؟ طبيب غريب كان سعيد يأكل الحلويات بكثرة ولا يغسل أسنانه كل يوم بالفرشات والسنون وفي ليلة من الليالي شعر بألم كبير بسبب درسه انتفخ حنكه وارتفعت درجة حرارته وأخذ العرق ينزل من جبينه ماذا أفعل؟ أين أجد طبيب أسنان في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وبينما هو يهذي في فراشه برز الأرنب سمسم بنظارته الكبيرة وحقيبته الجلدية سمسم ما بك يا صديقي؟ سمعتك تنادي على طبيب أسنان فجئت مسرعا سعيد الحمد لله ستريحني من هذا الدرس أرجوك لا تؤلمني فتح سمسم حقيبته الجلدية وأخرج منها مطرقة ومنشارا ومقصا كبيرا وكماشة بقي سعيد مندهشا وهو ينظر إلى هذه الأدوات فقال لسمسم ما هذه الأدوات؟ ماذا ستفعل بها؟ لا شك أنك تمزح يا سمسم هذه أدوات نجار أو حداد الطبيب سمسم الطبيب سمسم لا تخف سأنزع لك الدرس الذي يؤلمك اشتد خوف سعيد وزاد ألم الدرس يا إلهي ماذا سيفعل هذا الطبيب؟ أنا خائف قفز سعيد من السرير إلى الباب فإذا بأرنبين يمسكان به ويعودان به إلى مكانه أمام الطبيب سمسم الطبيب افتح فمك لا تتحرك سأنزع درسك بهذه الكماشة ولكن لا بد أولا من استعمال المنشار والمطرقة أخذ سعيد يبكي ويتوسل إلى الأرنب الطبيب أرجوك هذه ليست أدوات نزع الأدراس ثم إن درسي لم يعد يؤلمني لقد ذهب الألم أنا كنت أمزح فقط سمسم الطبيب كنت تمزح أصمت ودعني أقوم بعملي كم مرة نصحتك أمك بغسل أسنانك وكم مرة أوصاك أستاذك داخل القسم بعدم الإكثار من أكل الحلويات سعيد نعم، نعم، أعترف بذلك لن أعود إلى هذا الأمر سأنظف أسناني بالفرشات والسنون بانتظام وضع الأرنب سمسم الكماشة على درس سعيد الذي ظل يصرخ ويصرخ بأعلى صوته ليستيقظ من حلم مزعج ويرتمي في أحضان أمه والعرق يتصبب من جبينه وهو يردد أين فرشاتي؟ أين السنون؟ طبيب غريب كان سعيد يأكل الحلويات بكثرة ولا يغسل أسنانه كل يوم بالفرشات والسنون وفي ليلة من الليالي شعر بألم كبير بسبب درسه انتفخ حنكو وارتفعت درجة حرارته وأخذ العرق ينزل من جبينه ماذا أفعل؟ أين أجد طبيب أسنان في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ وبينما هو يهذي في فراشه برز الأرنب سمسم بنظارته الكبيرة وحقيبته الجلدية سمسم ما بك يا صديقي؟ سمعتك تنادي على طبيب أسنان فجئت مسرعا سعيد الحمد لله ستريحني من هذا الدرس أرجوك لا تؤلمني فتح سمسم حقيبته الجلدية وأخرج منها مطرقة ومنشارا ومقصا كبيرا وكماشة بقي سعيد مندهشا وهو ينظر إلى هذه الأدوات فقال لسمسم ما هذه الأدوات؟ ماذا ستفعل بها؟ لا شك أنك تمزح يا سمسم هذه أدوات نجار أو حداد الطبيب سمسم لا تخف سأنزع لك الضرس الذي يؤلمك اشتد خوف سعيد وزاد ألم الدرس يا إلهي ماذا سيفعل هذا الطبيب؟ أنا خائف قفز سعيد من السرير إلى الباب فإذا بأرنبين يمسكان به ويعودان به إلى مكانه أمام الطبيب سمسم الطبيب افتح فمك لا تتحرك سأنزع درسك بهذه الكماشة ولكن لا بد أولا من استعمال المنشار والمطرقة أخذ سعيد يبكي ويتوسل إلى الأرنب الطبيب أرجوك هذه ليست أدوات نزع الأدراس ثم إن درسي لم يعد يؤلمني لقد ذهب الألم أنا كنت أمزح فقط سمسم الطبيب كنت تمزح؟ أصمت ودعني أقوم بعملي كم مرة نصحتك أمك بغسل أسنانك؟ وكم مرة أوصاك أستاذك داخل القسم بعدم الإكثار من أكل الحلويات؟ سعيد نعم، نعم، أعترف بذلك لن أعود إلى هذا الأمر سأنظف أسناني بالفرشات والسنون بانتظام وضع الأرنب سمسم الكماشة على درس سعيد الذي ظل يصرخ ويصرخ بأعلى صوته ليستيقظ من حلم مزعج ويرتمي في أحضان أمه والعرق يتصبب من جبينه وهو يردد أين فرشاتي؟ أين السنون؟ ترجمة نانسي قنقر